أمين الريحاني جاء البحرين 1921-22 البحرين في الواقع من 1719 من نهاية الحرب العالمية الأولى أقدمت فعلا على نوع من النهضة ونوع من الانفتاح ونشأت فيها حركة أدبية وثقافية مبكرة وعندما جاء الريحاني وجد هذا الشيء واندهش به وكتب كتابات جيدة عنه في ملوك العرب وعندما جاء أمين الريحاني كانت الحركة الوطنية قد اتضحت وفي الطبع الأولى من كتابه تفاصيل دقيقة جدا يعني من يريد أن يؤرخ الحركة الوطنية في البحرين لا بد أن يرجع إليها في الطبعات الأخرى أزيلت بعض التفاصيل لأن الزمن مر لكن الحركة بدأت في ذلك الوقت وكانت حركة واعية وطالبت الاستعمار البريطاني بعمل مجلس الشورى وشيخ البحرين في ذلك الوقت المغفور للشيخ عيسى بن علي الخليفة وقف مع الحركة الوطنية وأيده في هذا المطلب ولذلك عزل عزل نعم في أي عام عزل سنة 1923 نعم فهذه كانت الجذور وأود أن أنبه إلى أن هذه الحركة تزامنت مع حركات عربية مهمة وكانت قريبة منها زمنيا بحيث الواحد يستغرب البلد في أطراف العالم العربي مثل البحرين تفاعلت مع مراكز الثقل العربي 1919 حركة الوفد المصري في مصر 1920 ثورة العشرين الوطنية في العراق فجاءت يمكن حركة البحرين الوطنية هي الثالثة في العالم العربي لأن الحركة الوطنية السورية في جبل العرب صارت 1925 نعم ترجمة نانسي قنقر